عرضت إيران قمرا صناعيا سليما بعد أيام من انفجار صاروخ على منصة إطلاقه في ثالث محاولة فاشلة في العام الجاري وكانت الولايات المتحدة قد حذرت إيران من إطلاق صواريخ وذلك خشية أن تمكن التكنولوجيا المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية في مدار حول الأرض طهران من تطوير قدرات صواريخ باليستية تستخدم في إطلاق رؤوس حربية نووية لكن إيران تنفي أن هذه الأنشطة غطاء لتطوير هذه القدرات مسألة ما إذا كان هناك أي شيء قد حدث هناك أم لا في موقع الإطلاق هي في الواقع شيء يجب على وزير الدفاع تفسيره ومع ذلك ناهد القمر الصناعي موجود هنا فيما يتعلق باختبارات إطلاق القمر الصناعي ومداراته لم يحدث شيء والقمر الصناعي هنا ترجمة نانسي قنقر صناعي